فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام الناس من جهة التمثيل أكفاء الناس من جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأم حواء فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فطين والماء وما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسنه وللرجال على الأفعال أسماء ففز بعلم ولا تطلب به بدلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء طبيعينا الكرام تبتم حيث كنتم وحفظكم الرحمن أينما حللتم وتوجدتم سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامبكم ساعة وساعة يقول قائل صاحب الصالحين فإذا غبت عنهم تفقدوك وإذا غفلت عنهم نبهوك وإذا دعوا لأنفسهم لم ينسوك هم كالنجوم إذا ضلت سفينتك في بحر الحياة أرشدوك ألا يكفيك ألا يكفيك أنهم في الله أحبوك وكيد الحكيم أيضا أي الأمور خير قال دين يشفع ومال ينفع وأخ يسأل ولا يقطع وصحبة صالحة في ظل الرحمن تجمع في صحبتنا اليوم متبعين الكرام اتنين من أهل العلم نحسبهم على خير فضيلة الدعية الشاب الشيخ محمد صبرة مش بس كده كمان حابب يرد الجميل وجايب لنا الشيخ عرفات هاشم أهلا وسهلا شيخ محمد أهلا وسهلا شيخ عرفات ونورنا شكرا شكرا متبعين الكرام قلنا ضلت سفينتنا في بحر الحياة فما الحل وما النجاة عنوان اختاروا لينا شيخنا الأفاضل ألا وهو طريق النجاة وعلشان الحزن يبقى ولا الحزن لا يبقى والقرآن يتلى وإن شئت فاقرأ طاها ما أنزلنا عليك الكرآن لتشقى وحشنا صوتك شيخ محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون صدق الله العظيم حقا إذا أردت أن تعلم أو أن تعرف مقامك عند الله فانظر أين أقامك فإذا أقامك في رحاب القرآن فإنه لشرف عظيم فإنه يريد أن يحدسك الله يسألون لماذا أنت متفائل دائما أجيب عليهم وأقول كيف أحذن وأمري في يد الله السؤال اللي جاي للشيخ عرفات ما هو طريق النجاح في هذه الحياة فضل الشيخ عرفات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا رسول الله رحمة الله للعالمين خير من صلى وصام وخير من ركع وسجد وقام فاستحق أن يكون خير الأنام فعليه منا الصلاة والسلام اسمح لي في بداية حلقتنا المباركة أن أثني عليكم وأشكركم على هذه الضيافة الجميلة وأسأل الله تبارك وتعالى أن أكون معكم في هذه الحلقة ضيفا خفيفا لنتعلم قال الله وقال رسول الله طريق النجاح ما معنى كلمة طريق؟ هو المكان أو الشيء الذي يسلكه الإنسان ليصل إلى غايته حينما أردت أن أصل إلى الصحة والجمال سلقت الطريق الذي أصل به إلى هذا المكان أنت الآن تسألني أين طريق النجاح؟ طريق النجاح هو طريق الله لماذا هو طريق الله؟ من الذي خلق؟ وما خلقت الجن والإنسة إلا ليعبدون فالله تبارك وتعالى حينما خلقني والله تبارك وتعالى حينما رزقني والله تبارك وتعالى حينما أمرني أمرني باتباع طريق واحد خلف قائد أعلى اسمه محمد ألم يقل الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله ولذلك أمسك النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه خط لهم طريقا واحدا وقال لهم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ثم خط لهم خطوطا كثيرة وقال ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله إذن النجاح وطريق النجاح الذي أصل به إلى الله تبارك وتعالى ولله ضر من قال لا تكل من أين أبدأ شرع الله البداية لا تكل أين طريقي طريق الله الهداية لا تكل أين نعيمي جنة الله كفاية لا تكل غدا سأبدأ فلربما تأتي النهاية الطريق طريق النجاح أن أستمسك بالله تبارك وتعالى متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أرشدنا إلى الله ولذلك سئل الإمام علي يا علي هل عرفت ربك بمحمد أم عرفت محمدا بربك فقال علي بن أبي طالب عرفت ربي بربي وجاء محمد فعرفني مراد ربي مني حسن تشيخ عرفت ربي خزاك الله خير ضاقت بنا الدنيا برغم مداها وبكت عيون الناس من بلواها شيخ محمد شيخ عرفت قال لنا أن من طرق النجاح التوبة وضح لنا كيف ذلك الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا مما نحن فيه وأن يرفع البلاء والوباء عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لسه زي ما قرأت في افتتاح الحلقة أن الله سبحانه وتعالى قال كل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة من؟ من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم فمن طرق النجاح أن يتوب الإنسان إلى الله ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى وجل في علاه وسبحان الله الموت الآن أصبح أمام كل الأعين وأصبح في قلوب الجميع فالإنسان اللي مش هيرجع لربنا سبحانه وتعالى في الوقت ذا أنا بسأله سؤال أنت هترجع لربنا إمتى؟ لو ما رجعتش لربنا في الوقت ذا هترجع لربنا إمتى؟ سبحانه وتعالى وجل في علاه إنسان يقول يا شيخ بس أنا ذنوب كتيرة أنا فعلت ذنوب لا تعد ولا تحصى أنا لما أرجع لربنا ربنا هيقبالني بعد كل الذنوب اللي عملتها بالليل وبالنهار والسر والعلن ربنا هيقبالني نقول لك شوف ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ ربنا يقول إيش خارفات في الآية؟ نعم كل يا أيها المذنبون لا العصى لا يلي اتجرأتم علي وعصتوني لا لكن بينادي عليك أنت يلي عملت الذنب وعملت المعصية سبحانه وتعالى يقول لك إيه؟ يا عبدي نعم كل يا عبادية الذين أصرفوا على أنفسهم عمل ذنب لا سنة واحدة يا شيخ محمد عزة المقاطعة درجة الإصراف يعني رجل تارك الصلاة بهالي عمر أصرف فعل ذنوب المعاصر الإصراف يعني لغضة تدل على الزيادة عمل ذنوب لا يتخيلها بشي من رحمة ربنا فمن رحمة ربنا سبحان الله وربنا يقول له يا عبدي علشان ربنا عز وجل هو اللي عاوزه يرجع لي شوف ربنا يقول إيه؟ كل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم جه اللي هو أذنب دع ربنا دعنا ولا أعمل بحيرة سألي واحد تلفون ألو عليكم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله حقيقة فضالي يا فن لو سمحت هسأل سؤال لو سمحت فضالي يا فن دلوقت حضرتك أنا بصل وبعمل كل حاجة وبكع ربنا بس بخاف أني أكون ما أصلت حق ربنا وبخاف على طول منه وبفكر أنه لو دخلنا المقابر إيه له هيفتم أو كده رغب أن أنا بصلي وعرف ربنا وعلى طول أنا تعبانة وبحس أن يعني ربنا يعني بطلع من طاعة بخورش بتاعة بحس بقول أن ربنا لبي يحدنيس أو كده يعني تمام يا فن شيخنا يا رد على حضرتك ماشي فن هو دي وسوسة من الشيطان يعني الشيطان عاوز يخش يلاقي أي مدخل يدخل ليها علشان يخوافها أن أعمالها مش مقبولة وسبحان الله سيدنا علي واحد سأل سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا إمام أنا بصلي الصلاة بس بحس أن هي مش مقبولة قال له في الوقت ده تعرف أن هي دي المقبولة نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال نرجع الإنسان المسري في العاصي يرجع لربنا سبحانه وتعالى شوف ربنا يقول له لا تقنطوا من رحمة الله لي يا رب إن الله يغفر الذنوب جميعا ويختم الآية بقوله إنه هو الغفور الرحيم يعني مهما عملت من الذنوب والمعاص ولقيت كل الأبواب مأفولة في وشك إلا باب واحد آلا وهو باب التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى وجل فعلا أسأل الله أن يردنا إليه مرضة جميعا كيلة لحكيم ما بال الناس لا يرون عيب أنفسهم كما يرون عيب غيرهم فقال لأن الإنسان عاشق لنفسه والعاشق لا يرى عيب المعشوب السؤال لشيخ عرفاط دائما التوبة مكرونة بالاستغفار فهل الاستغفار مخرب لمما نحن فيه الآن؟ قال الله تبارك وتعالى في قرآنه وإني لغفار لمن؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدأ الله تبارك وتعالى سمى نفسه الغفار والله تبارك وتعالى سمى نفسه الغفور واللفظان صيغة مبالغة من الغفران فالله تبارك وتعالى إذا غفر ستر وإذا ستر جبر وإذا جبر أدخلك الجنة بدون حساب اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار لزم ملازمة ليست مرة واسنتان بل كلما أزنب استغفر لأن الله تبارك وتعالى كما قال كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله من لزم الاستغفار جعل الله تبارك وتعالى له من كل هم فرجه ومن كل ضيق مخرجه في هذه الأيام العصيبة التي ابتلينا فيها بوباء نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفعه وأن هذا البلاء الله تبارك وتعالى أعطانا الدواء والله تبارك وتعالى أعطانا أدوات الشفاء أهمها الاستغفار والتوبة من الله تبارك وتعالى ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا جميعا بأن نتوب إلى الله وأن نستغفر الله فقال والله إني لأتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من سبعين مرة عمن تتكلم عمن غفر له ما تقدم من زنبه وما تأخر ولذلك هو المعلم هو حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أيها المزنب نحن بأمر الله تبارك وتعالى أمة حماها الله تبارك وتعالى بأنها خير أمة أخرجت للناس فتحت لها جميع الأبواب باب الرحمات وباب التوبة فلا يجف لسانك يا عبد الله من قولك أستغفر الله وأوصيك وأوصي نفسي بسيد الاستغفار ما هو سيد الاستغفار؟ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مستطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء بن كسين أعترف أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الزنوب إلا أنت من أجل ذلك قال عمر والله لو نزلت صاعقة من السماء ما أصابت مستغفر واسمع معي إلى قول الله تبارك وتعالى في صورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم بذرارة ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارة قل بلك من الآية اللي جادي ما لكم لا ترجون لله وقارة وقد خلقكم أطوارة إذا عرفت من خلق ورحمة من خلق فلن يجف لسانك عن قولك استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم ستجد الله غفارا ورحمه جزاك الله خيرا شيخ محمد يخطر في بالي الآن الإنسان كل يوم بيخرج لعمله والشيخ عرفت يعني كلمنا عن الاستغفار ليه الناس ما بتحولش تاخد استراتيجية الاستغفار في بالها وبدل ما هو يرجع مثلا طلع العمله وعاوز أنه هيرجع له بفلوس مقدرة مثلا وليكن فئة معينة يعني من المال يعني ممكن يرجع بأكتر صح؟ بمال طيب وضح لنا كده شروط التوبة الإنسان ممكن يرجع لربنا سبحانه وتعالى ويكون عاوز يعرف يا ترى أنا توبتي مقبولة عند ربنا سبحانه وتعالى ولا لا طيب التوبة لها شروط عشان أنت تتوب إلى الله توبة صادقة نعم أو توبة نصوح كما قال الله عز وجل في القرآن نعم أول حاجة أن تندم على فعل هذه المعصية نعم أنا ألبي يطقطع أن أنا عصيت ربنا سبحانه وتعالى ألبي يطقطع أن أنا تجرأت على ربنا سبحانه وتعالى أحيانا إحنا كبشر لما أنا مثلا يحصل معايا موقف بينه وبين الشيخ عرفات وزعلت الشيخ عرفات أحزن أو ألبي يطقطع أن أنا زعلت الشيخ عرفات طيب من أنت بقى لما تكون تجرأت على حق ربنا سبحانه وتعالى نعم فمن باب أولى أن يتقطع القلب حزنا وألما على أنك عصيت الله سبحانه وتعالى يبقى تندم على فعل المعصية طيب الندم دا يحصل إمتى عندما يصل الإنسان لدرجة أنه يتمنى أنه ولو لن يفعل المعصية يبقى من جوايا ياريتني ما كنت عملت الذنب دا ياريتني ما كنت عملت المعصية دي دا شرط من شروط التوبة إيه تاني أن تعاهد الله سبحانه وتعالى أنك لا ترجع إلى هذا الذنب مرة أخرى يا رب إن شاء الله ويا رب عني ويا رب ثبتني إن أنا ما عملتش الذنب دا تاني وما عملتش المعصية دي مرة تانية يا رب وبعد كده تعمل عملا صالحا لأن الحسنات يذهبن إيه يذهبن السيئات وزا ما قلت لحضرتك تلاقي كل الأبواب مأفولة إلا باب واحد باب ربنا سبحانه وتعالى واحد من الصحابة يا شيخ عرفات وسمى بسيدنا ماعز بن مالك وقع في الزنا فرح لحبيب ألبك محمد صلى الله عليه وسلم بعدما السادة المشاهدين يصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام النبي قعد مع الصحابة ورح وقال له يا رسول الله أقم علي الحد فالنبي بيقول له لإيه يا ماعز رضي الله عنه قال فعلت الفاحشة يا رسول الله حبيب ألبك محمد يقول له إيه يقول له ارجع وتب واستغفر وارجع إلى الله ارجع أنت بس كده وقل له يا رب أنا توبت إليك يا رب ويرجعت إليك يا رب فسيدنا ماعز مش خطوة أو خطوطين ورجع للنبي عليه الصلاة والسلام تاني قال له يا رسول الله أقم علي الحد فالنبي يقول له ارجع وتب واستغفر الله يرجع للمرة التالتة ويرجع للمرة الرابعة فالنبي صلى الله عليه وسلم هو فعل الفاحشة يعني الزنا محد شافه ولا حد جي يا رسول الله ده فلان زنى النبي قال له ارجع واستغفر وبالتوبة وبالقبول من الله مفتوح لله سبحانه وتعالى وجل في علاه لحد ما قال له يا رسول الله أنا زنيت يا رسول الله فالنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه قال لحد من الصحابة أبيه جنون هو مجنون إن هو ييجي ويعترف على نفسه قالوا لا يا رسول الله طيب هو سكران أم شموا بؤ سيدنا ماعز قالوا لا يا رسول الله فالنبي أقام عليه الحد حتى مات فالصحابة فضلوا يتكلموا عليه في منهم قال ده هو زاني ومنهم قال ده رجع لربنا بعد ومن أو ثلاثة أيام رجع النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة لأهم بيتكلموا على ماعز بن مالك قالوا والله لقد رأيته يتنعم في أنهار الجنة لقد تاب توبة لو قسمت بين أهل الأرض لو وسعتهم فباب التوبة إلى الله مفتوح نعم إحنا عندنا يعني فضل المخرج بلغني وقتنا خلاص أزف فبنقول يا وقت ما لك كم تمر سريعا وكأنني بالأمس كنت رضيعا فالعمر يمضي والحياة قصيرة يا فوزى من كان لله مطيعا آخر حاجة في دقائق كده يا شيخ عرفات نعم فيه طرق أخر النجاح في هذه الآونة أهم طرق النجاح أن أتعامل مع هذا الوباء معاملة تليق بالمسلم ألا وهي الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه حينما يكون الإنسان متعه الله تبارك وتعالى بالصحة ويرى أخاه في محنة هذا المرض أو في محنة هذا الوباء أين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا مرضاكم بالصدقة وحصنوا أموالكم بالزكاة أو ما عرفت أن الإنسان حينما يموت ماذا يطلب من الله في صورة المؤمنون لعلي أعمل صالحا فيما تركت بعدما قال رب إيه ارجعون في صورة المنافكون لعلي بسم الله الرحمن الرحيم فأصدق وأكون من الصالحين يتمنى أن يعود لكي يتصدق الصدقة عند الله تبارك وتعالى وابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى تقي مصارع السوء واسمح لي في دقيقة واحدة أسنى سناء حسنا على أهل بلدتي فيما فعلناه في أننا أحطنا على هذا المرض وساعدنا بفضل الله إخواننا في إيطاليا وفي كل البلاد اعملنا الحمد لله عزل صحي وعملنا عزل منزلي ومعنا مجموعة جميلة من الشباب والله تبارك وتعالى يوفقنا جميعا لأننا بفضل الله عندنا التبرعات المالية والحمد لله وجزاكم الله تبارك وتعالى شكرا أخارك شكرا أزاك الله خير وفي الختام قبل أن أذهب إلى الدعاء إذا كنت منشغلا بهدم غيرك فلن تجد الوقت لبلاء نفسك من عاش بالمقر مات بالفقر ومن عاش بصفاء النية نجاه الله من كل بلية يقولون في علم النفس مستحيل أن تحب أحد دون أن ترى أقول لهم إني أحب رسول الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله متبعين القرام قبل هذا الموعد في الجمعة القادمة انتظرونا سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته تفضح محمد اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل على نبينا محمد في كل وقت وحين اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاءا وسائر بلاد المسلمين اللهم ارفع عنا البلاء وارفع عنا الوباء ونجنا يا ربنا من كل داء اللهم ارفع البلاء عن أمة محمد أجمعين اللهم يا ربنا كما ذكرت مصر في القرآن اجعلها يا ربنا في أمن وأمان اللهم اجعل بلدنا مصر في أمن وأمان اللهم اجعل بلدنا مصر في أمن وأمان وسائر بلاد المسلمين وصل يا ربنا على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين